مشاهدين أيضا أنطار رعدية غزيرة ستخص أغلب المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية حتى أقصى الجنوب الجزائر الكامية ستكون جد معتبرة بداية من ظهيرة اليوم الحيطة والحدر مطلوبة في مثل هذه الوضعيات الجوية وحسب النماذج الرقمية لرصد الجو الأمطار ستستمر إلى غاية صبيحة يوم الجمعة تخص المناطق الداخلية وكذلك السواحل ببعض الزخات المطرية وفي تنبه لمصالح الأرصاد الجوية يؤكد على تسجيل تساقط أمطار رعدية ستكون محليا معتبرة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال نهار اليوم تستمر إلى غاية صباحة يوم الغد الخميس على الأقل وهذا فيما يخص كل من ولاية سقهرس الأغواط برج بوعريج غردية بجاية لمسيلة ولاية تيارة ميلا كذلك أم لبواقيت بسا لما تيزي وزو ولاية باسنا عن نابا سطيف ولاية الجلفة سكيكدا جيجل خنشلة لمدية الطارف البويرة تامنراست إنجزام وولاية برج باجي مختار حسب توقعات النماذج الرقمية للرصد الجوي فالأمطار ستكون محليا معتبرة منخفض للضغط الجوي متمركز على مستوى غرب دول حوض البحر الأبيض المتوسط سيخص المناطق الشمالية بأمطار رعدية ستكون محليا معتبرة وهذا راجع إلى تشكل الخلية الرعدية المنعزلة التي ستكون جد نشطة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية حتى على المناطق الجنوبية تحديدا ببرج باجي مختار تامنراست وإنجزام الأمطار ستكون محليا معتبرة تتعدى الخمسين ميليمتر محليا بالنسبة للمناطق الشمالية أيضا الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية هي خنشلة تبسة كذلك بسكرة ولد جلال الأغواط مسعد أيضا فيما يخص بوسعدة لمسيلة قسانطينة سقهراس عنابة بجاية جيجل سكيكدا تيزي وزو الجزائر العاصمة البوليدة كذلك لمدية لمسيلة سطيف بوسعدة عنو السارة الجلفة نعامة وولاية البيض فيما يخص كمية الأمطار المتوقعة بالنسبة للمناطق الداخلية قد تتعدى 30 ميليمتر محليا بعض الصخات المطرية ستخص السواحل الوطنية يعني كمية الأمطار فيما يخص السواحل ستكون أقل فيما يخص الولايات الداخلية لكن بسبب تشكل الرعود المنعزلة فيمكن تكون كميات الأمطار معتبرة محليا خاصة على فترات متقطعة الحيطة والحذر المطلوبة فيما يخص مشاهدين الولايات الجنوبية كذلك الأجواء ستكون غير مستقرة على شمال السحراء ومنطقة الوحات كذلك بالنسبة لواسطة السحراء إذن هذا الانخيف المنخفض للضغط الجوي سيكون مرفوق بهبوب رياح جد قوية مرفوقة بعواصف رملية ستخص الولايات الجنوبية وبعض الغبار سيمتد ويخص حتى الولايات الداخلية أما فيما يخص مشاهدين درجات الحرارة القصوى فستعرف انخفاض إن شاء الله على أغلب المناطق الشمالية خاصة الولايات الشرقية بعدما كنا سجلنا 43 درجة كعلى مقياس بالنسبة لعنابة بيجاية جيجي الواسكدة خلال ظاهرة اليوم تصل إلى 29 درجة 29 درجة إن شاء الله نحن سجلها بالجزائر العاصمة 33 درجة على وهران مصد غانم عينتي موشانت يرتقى بنو تنخفض خلال يوم الغد إن شاء الله الخميس على المناطق الساحلية تتراوحها للعموم إن شاء الله خلال يوم الغد الخميس بين حوالي 25 إلى 28 درجة خلال ظاهرة اليوم بالنسبة لكل منتزي وزول بويرة لمدية تيارة الجلفة السعيدة تصل بإذن الله لحوالي 35 درجة 38 درجة على قل ماسو قهراس بالنسبة لقسنطينة أم لبواقيت بسا وخنشلة تتراوح إن شاء الله بين 28 إلى 32 درجة الأغواط وبسكرة تلامس في حدود إن شاء الله 38 درجة على شلف غليزان سيدي بالعباس رح نسلو 40 درجة كأعلى مقداس الولايات الجنوبية 47 درجة كأعلى مقداس خلال ظاهرة اليوم تحت أظل بيتين دوف وإن صلح أدرار راتيميمون رجان كذلك برج باجي مختار وإنقزام 45 درجة 42 درجة لإليزي جانيت 39 درجة بيتامن رازل بشار عين الصفرة تصل إن شاء الله إلى 37 درجة أما على غردايا زلفانة لمنيعة الوادي تقورت ولمغير تقارب في حدود 39 إلى 40 درجة إن شاء الله أما عن حالة البحر فسيكون بداية من أواخر ظاهرة اليوم قليل الإستراب بالنسبة للسواحل الغربي الرياح قد تتعدى سرعتها 40 حتى 50 كيلومتر في الساعة مع رؤية متوسطة علو الأمواج يتروح بين أقل من المتر إلى المتر ونصف وبالنسبة لحرارة مياه البحر تصل إلى حوالي 27 درجة وهذا على كافة السواحل الوطنية إذن مشاهدين الكرام المناطق الشمالية وكذلك أقصى الجنوب الجزائري على مواعد مع التغير شامل في الوضعية الجوبية أمطار رعدية محلية ستكون معتبرة مرفوقة كذلك ببرد بالنسبة للولايات الشرقية مع تسجيل تراجع في درجات الحرارة القصوى على الولايات الشمالية أشكركم على كرم الإصائي والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار مع الطارق بعد هذا الفاصل